للنجاح أناس يقدرون معناه ليس أي نجاح مثل خدمة المصابين بفيروس كوفيد-19 الذي عجزت دول عن مواجهته حيث بادرت العتبة العباسية المقدسة بملاكاتها الفنية والهندسية في إنشاء ردهات عزل للمصابين في عموم محافظات العراق ومن ضمنهم محافظة المثنى التي أثنى محافظها على الجهود المبذولة ببناء مستشفى من طراز الأول عندما نرى هكذا مستشفيات بأيدي عاملة عراقية ماهرة وخلال مدة قصيرة جداً ما يقارب شهر موص خلال هاي الأيام تقريباً أسبوع يكمل هذا الانجاز بفضل الله والعتبة العباسية أيضاً مشاركة الكوادر الهندسية الموجودة في دائرة الصحة نشكر سيادة محافظة المثنى على الاستقبال الحفيف وتكريم الأخوة العاملين كوادر قسم الصيارة الهندسية كرمهم بجهود وتقييمها جهود المبذولة من قسم الصيارة الهندسية للعمل في محافظة المثنى الحمد لله العتبة العباسية المقدسة آلت على نفسها أن لا ترد طلباً وقدمت كل الخدمات لكل المواطنين في محافظات العراق إنجاز المبدعين لردهة الحياة السادسة التي جاءت لزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى الحسين عليه السلام التعليمي في محافظة المثنى دفع محافظها لاستضافة الكادر الهندسية التابع للعتبة المقدسة تثميناً لما بذلوه من جهود استثنائية في خدمة أبناء المحافظة ترجمة نانسي قنقر